بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس التطبيق العملي للتحليل الفني على منصات التداول عنوان محاضرة اليوم نصائح وليام جان للمضاربين والمستثمرين من أجل تداول ناجح قلنا فيما سبق النجان كان قد توصل إلى بعض القواعد الفنية المهمة في عالم الربح من التداول هذه القواعد الفنية السعرية منها والزمنية مكنته من تحديد نقاط أو مناطق سعرية مهمة جدا علاوة على تواريخ معينة يتوقع عندها حدوث ردود أفعال سعرية يمكن أن يستغل لها المتداول كنقاط دخول سواء في عمليات البيع أو الشراء وهو ما يفيد المستثمر نفسيا وماليا واجعله قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت والسعر المناسبين وكان دائم النصح والإرشاد للمضاربين والمستثمرين من خلال خبرته الطويلة باتباع قواعد معينة للتداول نذكر منها بعض القواعد الآتية رقم واحد لا تقم مطلقا بالتداول على أساس الأمل والخوف بل اعرف دائما السبب في إبرام العملية رقم اثنين عندما تساورك الشكوك في صفقة ما اخرج من الصفقة فورا ولا تدخل السوق إلا عندما تكون متأكدا بنسبة 100% رقم ثلاثة لا تشتري أبدا لأن الأسعار رقيصة فقد تهبط أكثر من ذلك ولا تبع لأن الأسعار مرتفعة فقد ترتفع أكثر من ذلك رقم أربعة لا تعاند السوق ولا تقف ضد اتجاه الأسعار رقم خمسة لا تضع البيض كله في سلة واحدة بل وزع استثماراتك على عدة منتجات للتقليل من المخاطر رقم ستة لا تفرض في التداول don't over trade وتفادى الدخول والخروج من السوق بكثرة رقم سبعة استخدم دائما أوامر وقف الخسارة ولا تقم أبدا بإلغائها رقم تمانية لا تسمح مطلقا لعملية مربحة بأن تتحول إلى عملية خسرة فالمكسب يجب أبدا ألا ينقلب إلى خسارة رقم تسعة قلل دائما من المبلغ الذي تتداول به بعد وقوعك في الخسارة رقم عشرة لا تقم أبدا بالشراء لتحسين متوسط السعر don't average down فلا تضف أبدا إلى مركز خاسر رقم 11 لا تصف مراكزك بالأسواق بدون وجود سبب قوي رقم 12 تداول فقط في الأسواق النشطة التي تتمتع بسيولة عالية رقم 13 تحلى بالصبر ولا تتعجل دخول السوق انتظر الوقت المناسب والفرصة المواتية التي ستأتي لمحالة رقم 14 تحلى أيضا بالصبر في عملياتك وصفقاتك الرابحة ولا تتعجل جني الثمار قبل تمام نطجها وفي النهاية فإن النجاح بالأسواق تبقى لمنهج جان سيتأتى حتما لا محالة شريطة الالتزام بحزم بهذه القواعد الصارمة أما عن أهمية الرقم 7 عند وليام جان وكيف كان يعيره كثيرا من الاهتمام فهذا ما سوف نعرفه في المحاضرة القادمة إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلبوني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة